منذ الأمس الحقيقة وإفطار الأسرة المصرية وقرارات السيد الرئيس مازالت الناس تتحدث عنها خصوصا أنها كانت قريبة جدا من الشارع المصري الرئيس في حديثه بين الود وبين المعلومات وبين الوضع الاقتصادي ووضع أيضا الدولة والوطن تحدث كان قريبا جدا من الناس كان يشرح وكان يقدم كل شيء وكأنها مكاشفة ومسارحة طول الوقت وتحدث الرئيس أيضا عن وضع مصر الاقتصادي خاصة في ظل أزمات كثيرة مرت بها مصر وأعتقد أنه جاءت هناك عدد من القرارات الهمة بعد حديثه في إفطار الأسرة المصرية وهذه القرارات حتى قام السيد رئيس الوزراء اليوم وببدء تنفيذ هذه القرارات والعمل على تنفيذ هذه القرارات المهمة الخاصة بالوضع الاقتصادي المصري كثير من القرارات سنتحدث عنها الآن وكثير أيضا من الأوضاع الاقتصادية اللي نحب أن نتكلم فيها خصوصا لما سيد الرئيس كمان يطالب بمشاركة القطاع الخاص وأيضا فتح أفاق حتى يحدث هذا التكامل بين القطاع الخاص والعام وأيضا أصول الدولة وممتلكتها وإزاي نقدر نقدم وضع اقتصادي أفضل لمصر بإذن الله في ديافاتي الآن في التساعة الدكتور علي الإدريسي الخبيل الاقتصادي لنتحدث عن هذه القرارات التي كانت بالأمس في حفل إفطار الأسرة المصرية مساء الخير يا فنس مساء النوع على حضائك وعلى كل السادة مشاهديك السيد الرئيس برح الحقيقة كان يتحدث يعني طارة كأنه رب الأسرة المصرية طبعا والمواطن المصري وطارة وهو الرئيس وهو يعني يحاول طول الوقت أن يكون مع المصريين طول الوقت يعني فبالأمس خاصة الوضع وقرارات الخاصة الاقتصادية أنا عايزة أقف عند فكرة القطاع الخاص يعني ونشرح فكرة إزاي حيبقى القطاع الخاص عنده يعني نقول يعني إمكانيات أكتر عنده أفاق أكتر عنده ربما مساندة أكثر من الدولة جزء مهم جدا في التوقيت الصعب البيمر بالعالم كله وتدعيات الأزمة الروسية الأوكرانية وحالة من حالات الضبابية وحالة من حالات عدم اليقين اللي بتصيب جميع المستسمية على مستوى العالم كان مهم جدا أن تطلع رسالة من رأس الدولة من رئيس الجمهورية فيها نوع من أنواع الطمأنينة والثقة في القطاع الخاص وفي الاستثمارات الخاصة وده كان جزء مهم جدا أن الدولة تأكد على أهمية القطاع الخاص أن هي تبتدي تقدم فرص استثمارية وعدة لهذا القطاع وتأكد أن هو شريك مهم جدا للدولة بمعنى أن الناس كتير جدا اعتقدت الفترة الماضية أن الدولة علشان بتتحرك أو بتبدأ في مشروعات قومية معناها أن دور بعيد عن القطاع الخاص برغم أن المشروعات القومية ديت هنلاقي أن أكثر من حوالي 90% من المشروعات القومية ديت بيعمل فيها القطاع الخاص ومشارك بقوة في هذه المشروعات الدولة في التوقيت للحرك دوت اللي بيمر به العالم كله كان لازم أن هي تأكد على أهمية القطاع الخاص وأن يبقى فيه نوع من أنواع المشاركة خلال الفترة القادمة وكان مهم أن يبقى فيه لغة الحوار ديت بحيث أن القطاع الخاص في ظل التحديات الموجودة ديت لأن كلها نعلم ارتفاع تكلفة الحصول على الطاقة مشاكل مرتبطة بارتفاع تكاليف الحصول على المواد الخام فكرة عجلة الاستثمار والإنتاج فيها كتير من المعاوقات والتحديات المش موجودة على مصابة مصر بس لكن العالم كله في الوقت الراهم بيعيش هذه الضبابية وبالتالي فكرة أن الدولة تبتدي عن طريق مؤسساتها عن طريق الحكومة أن هي تمد ديها للقطاع الخاص تبتدي أن هي تزلل كافة العقبات الموجودة أمام القطاع الخاص تدي له الصغة